زيكم يا شباب المحاضرة الاولى في مادة اللغة اللي عندكم اللغة التقنية احنا عندنا في الكتاب هيبقى فيه جزء grammar جزء reading reading comprehension هيبقى طبعا جواهة language function وعندنا كمان جزء translation هنبدأ النهاردة بالgrammar وهناخد حاجة اسمها words often confused هناخد بس حاجة بسيطة فيها اول حاجة عندنا درس هتلاقوه في صفحة ثلاثة في الكتاب اللي عندكم هتلاقوه مكتوب kinds of sentence انواع الجمل هنلاقي فيه اربع انواع من الجمل اول حاجة اسمها declarative sentence كلمة declarative جاي من كلمة declare ان حد يوضح حاجة يقول حاجة بيقول لنا ان الجمل الدكليراتف دي برضو بنطلق عليها بنقول عليها assertive sentence جمل مؤكدة هي شغلتها ان هي بتدلنا معلومة هي ممكن ان هي تقدم فاكت حقيقة او 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 وجهة نظر فكرة declarative sentence لازم لازم تنتهي لازم تنتهي بنقطة بعدين في اكزامبل انا بحب اركب العجلة بتاعتي around the park هولين الجنينة هنا بيقول لنا fact بيقول لنا معلومة بيقول لنا حقيقة giving us information لا بيسأل سؤال ولا بيقول حاجة بتعجب ولا اي حاجة هو just saying an information ان انا بحب كذا my essay is better than yours المقالة بتحتي اسا يعني مقالة is better than yours افضل من بتاعتك برضو هنا بيدينا معلومة بيدينا opinion وجهة نظر فكرة declarative sentence can be positive affirmative or negative بيقول لنا بقى هنا مش معنى ان ان نوع الجملة دي بيديلنا معلومة بيديلنا fact ان لازم ان الفاكت دي تبقى affirmative تبقى positive يعني مش لازم يقول the sun is shining الشمس مش رقة اللي هي positive لأ ممكن تبقى الجملة negative it's not raining ما هدي برضو معلومة ان الدنيا مش بتمطر دي كده معلومة اي نعم هي معلومة جاية في negative form عشان عندنا not لكن هي still معلومة في السلايد دي بيقول لنا النوع التاني من الجمل اللي هي interrogative sentence interrogative sentence as a question interrogative sentence and with question marks بيقول لنا ان النوع التاني ده اللي اسمه interrogative sentence الجمل الاستفهمية ask a question شغلتها ان هي ask a question يبقى مش زي اختها اللي فاتت اللي هي بتقول لنا fact أو opinion دي بتسأل سؤال فبيقول لنا ان الجملة interrogative دي بتبقى لازم اخرها question mark بتبقى اخرها علامة استفهام in english interrogative questions often began with interrogative words like who when where why what and how بيقول لنا في الاغلب ان interrogative sentence interrogative questions الجمل الاستفهمية اللي هي الاسئلة دايما او في الاغلب sorry بتبدأ بانتراجative words بتبدأ بأدوات استفهمية ادوات استفهمية اللي هي زي هو اللي بتسأل عن الاشخاص بتسأل عن فاعل عقل when بتسأل عن زمن where بتسأل عن مكان why بتسأل عن سبب what بتسأل ماذا how بتسأل ازاي وجاب لنا example why are you late انت اللي متأخر what time is it الساعة كام where is the library فين مكان المكتبة كل دي اسمها interrogative sentence يبقى لما يجلنا مثلا question في الامتحان ويجب لنا كلمة where are you late why are you late اسفر ويقل لنا بن كسين دي اسمها interrogative sentence والdeclurative sentence والله سونسو يبقى انا عرف الجملة اللي هي بتعملي سؤال اسمها interrogative sentence لكن الجملة اللي بتديني opinion اسمها clerative sentence أو assertive sentence both word interrogative sentence without question words are generally formed by moving and helping verb before the subject بيقول لنا ان مش بس الانتراجative sentence ان انا عرفهم ان هما يبدأوا بالانتراجative words اللي هي زي هو وين وور والحاجات دي لأ ده ممكن يبقى سؤال بس مش بادئ بالwh question اللي هو اللي بنسميه yes no question do you have any more do you have بيقول لنا بيتعامل ازاي السؤال ده ان احنا بنحط helping verb الفعل المساعد sorry بنحط helping verb اللي هو do I'm sorry وبنقدمه على الفعل الرئيسي وبيبقى subject في النص احنا اخدنا في الترم الاول ازاي بنحمل سؤال فانتو هتبقوا عارفين طبعا النقطة دي يبقى الانتراجative sentence اما بتبدأ بwh form وين وور وكده اما بيبقى سؤال عادي yes no question هنا بيقول لنا ناخد بالنا hint an indirect question is a declarative sentence that tells that information was asked it's not asking the question indirect questions end with periods بيقول لنا بقى ناخد بالنا في ال indirect question دي بقى ما ينفحش ان احنا نسميها interrogative لانها ما بقيتش سؤال ما بقيتش حاجة بعدها question mark لا دي بقيت جملة انا بقول ان فلان سأل كذا لكن ده مش السؤال نفسه لو ده السؤال نفسه هتبقى interrogative لكن ده انا بقول ان فلان قال كذا فلان سأل كذا فلان سأل كذا دي ده يبقى مش سؤال ده يبقى بيديني fact بيديني حقيقة بيديني معلومة يبقى ازا هي declarative مش interrogative عشان كده بتنتهي بنقطة جاب لنا example the driver asked if we knew which way to turn الدرايفر السائق سأل لو احنا نعرف انهي طريق اي طريق ان احنا هنمشي فيه هنا ما اصبحتش سؤال ده انا بقول ان فلان سأل هنا اصبحت جملة عادية fact واخرها نقطة فما تبقاش خالص interrogative sentence we wondered if it was going to rain احنا بنتساءل هل هي هتمتر ولا لأ هل هنا دي سؤال لا ده هنا بيديني معلومة برضو مش اخرها question mark وبيديني معلومة ان احنا بنتساءل عن كذا لكن ما قالش السؤال نفسه ناخد بالنا من النقطة دي مش معنى انه هي فيها ادات استفهام زي which اللي موجودة في الاكزامبل الاولاني يبقى دي كده سؤال هنا بيقول لنا بقى النوع التالت اللي هو الimperative sentence بيقول لنا imperative sentence give a comment a request advice a suggestion a warning or a wish they can be followed by a period a question mark or an exclamation mark بيقول لنا ان الimperative sentence دي بقى بتدين بتعمل طلب او request او التماس او advice نصيحة او suggestion اقتراح a warning تحذير او wish امنية they can be followed by a period ممكن ان هي تنتهي بperiod بنقطة full stop او بquestion mark او بعلامة استفهام او بexclamation mark اللي هي علامة التعجو حسب انا بعمل command ولا بعمل request ولا بطلب طلب اول حاجة بيقول لنا اول example بيقول لنا be quiet be quiet it's a comment هنا بقى دي جملة او يعني كلمتين بتنتهي full stop ينفع اقول ان دي assertive ان دي declarative sentence ينفع ان انا اقول كده لا مش هينفع لان declarative sentence بتديني fact او opinion هل لما انا اقول لحد be quiet خليك ساكت خليك هادي هل دي بتديني معلوم بتديني fact او بتديني opinion لا دي انا بدي هنا order لحد انا بعمل الطلب من حاج please have a seat please have a seat يعني اتفضل اقعد برضو هل هنا بتديني opinion او بتديني fact لا يبقى مش معنى ان الجملة بتنتهي full stop يبقى انا automatic كده اروح اقيل ان دي declarative مش معنى ان هي بتنتهي بquestion mark يبقى انا automatic اقول ان دي interrogative لا لازم نفكر الهدف اللي وراء ال sentence ال example التالت watch out watch out يعني خد بالك هنا بعدها exclamation mark علامة تعجو enjoy yourself enjoy yourselves يعني بستو يبقى هنا لنا النوع رقم ثلاثة imperative sentence imperative sentence قلنا يا اما بتدي comment يا اما request يا اما advice يا اما suggestion يا اما warning يا اما wish ناخد بالنا ما نطلغبطش من فضلكم ان هي تبقى اخرها question mark او exclamation mark او full stop ما نطلغبطش بينها وبين الانواع التانية اهم حاجة احنا بنشوف الهدف بتاحها ايه على اساس كده بنحدد يانهي نوع من انواع الجمل اللي عندنا النوع الرابع والاخير اللي هو exclamation كلمة exclamation اللي هي الحاجات اللي فيها تعجو بيقول لنا exclamation exclaim or show great emotion exclamation exclamation end with exclamation marks use exclamation marks only when necessary it's easy to overuse them بيقول لنا ان exclamation دي الجمل التعجبية دي exclaim هي بتتعجب or show great emotion او بتدينا بتوضح لنا بتورينا great emotion مشاعر قوية كبيرة exclamation sentence end with exclamation marks exclamation دي لازم ان هي تنتهي ب exclamation marks use exclamation marks only only when necessary لازم نستخدم exclamation marks دي only بس when necessary في وقت الحاجة فقط it's easy to overuse them لان للأسف سهل جدا نحنا to overuse them نحنا نستخدمهم يعني overuse يعني بالزيادة مش في مكانهم يعني جايب لنا بقى wow exclamation sentence دي هنا بقى لبتدينا comment ولا بتعمل لنا request يعني اخيرا exclamation mark ممكن تلغبط بينها وبين النوع اللي قبله لكن هنا ولا بتدينا request ولا بتعبر عن comment ولا wish ولا اي وحدة من دول فاذا هي exclamation sentence يعني نفرع عن اللي قبلها نفرع عن الimperative برضو هنا لو دي اخرها full stop هينفع اقول ان دي exclamatory sentence لا في الحالة دي هتبقى it's giving just an opinion بيقول لنا ان الماجيك تريك دي كانت amazing لكن هنا دي فيها exclamation دي فيها float of emotion فيها emotions فيها تعبير يبقى عشان كده اسمع exclamatory sentence بيقول لنا ان exclamatory sentence can begin with question words بيقول لنا ان ناخد بالنا ان exclamatory sentence دي ممكن تبدأ بquestion words اللي هي wh questions what wonderful weather we are having today قد ايه النهاردة الweather الجو جميل wonderful how lovely to see you قد ايه حاجة حلوة ان اشوفك يبقى هنا اولها question words لكن هي it's not a question لو هي question هتبقى النوع interrogative يبقى ناخد بالنا نبقى عارفين الهدف وراء الجمل مش شكلها ايه مش شكلها اخرها exclamation فتبقى كذا اوش اخرها question mark فتبقى automatic كذا نبقى عارفين كل واحدة الهدف بتاحها ايه دلوقتي يا جماعة هناخد حاجة سمع words confused هتلاقوا في page 89 في الكتاب صفحة 89 كلمة صيرة للارتباك هنشوف اللي موجودة احنا نهاردة هناخد واحدة بس وexercise ان شاء الله لكن هتلاقوا فيه list في الكتاب هناخدها على مدار المحاضرات ان شاء الله بتبقى الكلمات اللي شبه بعض في النطق بتاحها لكن كل كلمة ليها معنى مختلف عن التاني يعني زي لما بنقول كلمة هل دي اللي هي تو اتنين ولا تو اللي هي to go to work وكذا كل واحدة ليها معنى غير التاني زي lose and lose اتنين برضو بنتلغبط في معنيهم زي effect و effect برضو بنتلغبط في معنيهم اني استخدمها في كذا واني استخدمها في كذا طب هنا بيقولنا انجليش is full of confusing words that sounds alike but are spelled differently بيقولنا ان اللغة الانجليزية مليانة بال confusing words بالكلمات المربكة دي اللي هي غريبة في الصفات بتاعتها that sounds alike اللي هي بيبقى sound بتاحها الصوت بتاحها alike but are spelled differently لكن spelled لكن بنستهجاها بطريقة differently مختلفة it's also full of words that share similar but not identical meanings هي كمان مليانة بالwords بالكلمات that share اللي بتشترك في similar but not identical meanings بيبقى في كلمات المعاني بتاعتها similar متشابهة شبه بعض but not identical لكن مش identical مش متطبقة that are easy to miss use بيبقى يعني سهل جدا ان احنا نقلط فيهم نستخدم كلمة مكان كلمة below are some of the most commonly confused and miss used words in English هنشوف بقى below هنشوف بقى قدام دلوقتي بعض من الكلمات اللي هي miss used words in English اللي بنستخدمها بطريقة مش مظبوطة في الانجلش اول كلمة عندنا it's loose and loose loose and loose بيقول لنا we spell them differently and we pronounce them differently but English speakers still use these words incorrectly luckily they are easy to distinguish بيقول لنا ان احنا spell them differently الهجاية بتاعتهم differently مختلفة and we pronounce them differently وكمان we pronounce بننطقهم differently مختلفين لان احنا عندنا loose loose الاولانية تي اللي هي l-o-s-e تتنتق loose التانية loose لكن احنا للأسف احنا كتيرا بننطق الاتنين زي بعض الاتنين بنقولهم loose او loose ممنعرفش اني لتنتق كده واني لتتنتق كده طب بيقول لنا luckily they are easy to distinguish اول حاجة بلنا loose pronounce with a z بتتنتق اك انها that sound مش اس يعني نقول loose مش loose loose is a verb meaning to not having something anymore هي عبارة عن فعل meaning معناه to not having something anymore ان حد خسر ما عندوش بقى الحاجة دي لسه لغاية دلوقت to be unable to find something or to not when عكس كمان ان حد to not when حد يخسر حاج يبقى حد فقط حاجة او حد خسر حاجة بيقول لنا بقى ان كلمة الخسارة دي كلمة loose دي ممكن تيجي على حاجة مادية يعني ينفع اقول انا خسرت ما سيل فون يعني انا ضيعته وينفع اقول دي حاجة بقى معنوية ان انا فقدت الطريق فقدت الاتجاه وانا سايق دي حاجة معنوية فقدت الاتجاه او تحطه في جيبي وانا فقدته لا هنا بقى دي حاجة معنوية يعني انا فقدت الطريق يعني ضليت الطريق يبقى ينفع تيجي على حاجة مادية وينفع تيجي على حاجة معنوية انا مش عايز ان الفوتبول تيم بتاعي الفريق الكرة اللي بشجعه ان هو ان هو يخسر هنا بقى مش يضيع مش يفقل هنا يخسر not to win هي هتخسر الفلوز بتاعتها لو هي اللعبة تقمرت بيها يبقى اول واحدة اللي هي تتكتب تتنطق lose with that sound مش that sound معناها ان حد يخسر حاجة او يفقد حاجة يعني او يضيع حاجة عكس كلمة توان التانية بقى loose loose with an s sound on the other hand is an adjective the adjective دي صفة that means free معناها حاجة free حاجة حرة unattached or not tight حاجة unattached مش مرتبطة اكس كلمة attached or not tight او حاجة مش دياء يعني لو بنصف لبس و بنقول علينا ده loose معناها انه واسع مش tight مش دياء it's also a verb meaning to untie or let go of something هي كمان بتستخدم كverb كفعل وبيبقى معناه untie tie يعني يعقد حاجة يربط ربطة untie يعني فك الربطة دي or let go of something او يطلق صراح حد يسيب حاجة الاجزومبل اللي عندنا the door handle fell off because it was too loose الdoor handle الاكرة بتاعت الباب اليد بتاعت الباب fell off وقعت because it was too loose علشان هي كانت too loose كانت not tight ما كانتش مربوطة حلو كانت سيبة ما كانتش attached كويس ما كانتش tight كويس a loose sweater feels very comfortable a sweater loose الواسع a sweater it's something like lips جاكت كده شبه الجاكت feels very comfortable دوا بيبقى مريح جدا يبقى هنا بقى loose مش معناها ان هو حاجة سيبة او untie هنا معناها not tight اللي مش داية الواسع الحلو المريحيا another common mistake people make is with the word loser meaning a stupid uncool or unfortunate person you can say you are a loser but don't call someone a loser if you do that then you will be a loser بيقول لنا ان في حاجة تاني كمان we confuse لما عايز اقول لحد ان انت يعني ما كسبتش انت خسرت ما اقولش بقى loser اللي هي l-o-o-s-e-r اقول you are a loser اللي هي with one s بيقول لنا يعني ان انت لو استخدمت loser التانية اللي هي double o you will be the loser انت اللي هكده هتبقى ما كسبتش انت الخاص رواني غلط يعني يقصد بيها انه غلط يبقى لما حب اقول لحد ان انت ما كسبتش او اقول you are stupid or uncool او unfortunate سيء الحظ بقول you are a loser اللي هي the first one اللي هي l-o-s-e-r دلوقتي بقى هتلاقوا عندنا اكسرسايز في الكتاب صفحة 90 و 91 هم 10 جمل هنحل كده كم جملة منهم اول حاجة هنا بقى مش عايز يقول لنا ان the close is the lips الخسران the lips not winning هنا عايز يقول لنا اللبس الواسع هو the comfortable يبقى طبعا هنختار من loose اللي هي التانية the next one sometimes people space loose or loose their computer when they are surprised some people هنا بقى مش عايز اقول ان هي tight هنا عايزين نقول ان هم بيخسروا بيفقدوا their computer when they are surprised يبقى lose the first one don't lose or loose your glasses when you put on your sunglasses ما تنساش الجلاس بتاعتك النضارة لما بتلبس السانجلاس لما بتلبس نضارة الشمس ما تضيعش التانية يعني ما تسيبهاش هنا بقى مش مفقود هنا بيقول لنا tighten it اربط عليه اقفل عليه يبقى معنا كده ان هو loose ان هو سايب اللي هي همش عايزين بقى نقول the first one or the second one هي الكلمة اللي بالاس الواحدة دي اسمها تتنطق lose with that sound lose التانية loose number five I don't want to lose ولا loose your keys هنا انا مش عايز انا عباقول انا مش عايز ان انا اضيع افقد الكيس بتاعتك المفاتيح يبقى هنستخدم كلمة loose يا رب تبقى المحدود سهلا لطيفة بنسبلكم thank you حبابي for listening